وتخبط يلف حكومة محمد توفيق علاوي حتى قبل أن ترى النور فمصير تشكيلها يزداد تعقيدا في ظل التضارب الحاصل حول موعد الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على التشكيلة الحكومية ومزاد المناصب والتراشق العلني بين الكتل السياسية لم تمر سويعات على إعلان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون الذي يدين بالولاء لمقتدى الصدر إعلانه عقد جلسة للبرلمان يوم الاثنين للتصويت على حكومة علاوي حتى نفى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحديد أي موعد للجلسة الاستثنائية مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد الموعد قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء وهو ما لم يحصل حتى الآن وذهب الحلبوسي إلى أبعد من ذلك بتحذيره مما سماه مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في لهجة تصعيدية تبين مدى الانقسام الحاصل بين شركاء العملية السياسية ما بين مؤيد لحكومة علاوي ورافض لها وفي الوقت الذي تتواصل تظاهرات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب ظهرت إلى العلن الصفقات التي يجري الترتيب لها لبيع وشراء وزارات ومناصب في الحكومة انطلقت بالحديث عن 30 مليون دولار عرضت على علاوي لحجز وزارة لصالح جهة معينة وهما يسلط الضوء مجددا على الفجوة الواسعة بين تطلعات الشارع ومصالح الساسة الفاسدين الذين وضعوا البلاد في صدارة الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم بعد سرقة أكثر من 450 مليار دولار أي بمعدل 25 مليار دولار سنويا بحسب الإحصاءات المعلنة بينما تقدر جهات المستقلة بعضها دولية المبالغ المسروقة بنحو 1000 مليار دولار بازار المناصب الذي يعقد مع كل موسم سياسي عاد إلى الواجهة اليوم واصطتهافت حزبي للحصول على مزيد من المكاسب كجزء من موروث عراق ما بعد 2003 لتنسف بذلك ادعاءة علاوي بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب ادعاءات يعلم علاوي قبل غيره أنها مجرد تصريحات لا يمكن إنزالها على الواقع في بلد استهلكت فيه كل أكاذيب الساسة وألعبهم ولم يبقى أمام شعبه إلا إنجاز ثورته التي توشك أن تنهي شهرها الخامس